اشتركوا في القناة فيما لو حاولنا فهم ما هي الكينونة أو النفس الداخلية فمن الممكن البدء بالتعرف على الأشخاص لا يعني ذلك بالضرورة فهمهم فقط التعرف على تعددية ومتداد الأشخاص كلمة شخص في اللغة الإنجليزية مشتقة من الكلمة اللاتينية برسونا والتي تعني القناع أو المؤدي في المسرحية إن الهوية هي جزء من وجود الفرد لماذا الوجود؟ لأنه أن تكون موجودا يعني أن تكون قادرا على تقبل تغيرات الحياة إنها ليست تساؤل عن الوجود لأن الوجود هي حالة ثابتة في حين أن الهوية تتشكل باستمرار من خلال المحفزات الخارجية واستمرارية الهوية هو استمرارية التغيرات الحاصلة عليها هل تعتمد الهوية على وظيفة الشخص؟ وهل تعتمد على دينه؟ ثقافته؟ هل هو الخير الذي يفعله الشخص؟ هل هي الأفعال السيئة في أحيان أخرى؟ هل هي ما أتركه خلفي في هذه الحياة؟ هل هي كل شيء؟ الهوية هي مزيج من الألوان والضلال التي تبرز الإنسان وتحدد له الشعور الأساسي بالانتماء هذا النهج الذي يعود بنا إلى عصر التنوير والتي تعتبر الهوية كمركز فردي لتقرير المصير على أساس عقمان فيما يصور النهج الاجتماعي الهوية على أنها التفاعل بين الذات والمجتمع هو أيضاً يحتم على أن معرفة الآخر أمر أساسي لفهم من أنا أكون ومن لا أكون وكيفية تأثير وتقاطع مصار الآخرين معي وعلي الهوية تتواجد في المحيطين الداخلي والخارجي وهذا يعني إشراق الآخر والارتباط معه تقول كلمات الأغنية لبينك فلويد في رسالة أخيرة موجهة للجماهير مجتمعين نقف متفرقين أسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة